السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بأبناء وبنات الطلاب وطالبات الصف السادس على منصة البس المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات. يا صاحبكم في رحلاتكم مستر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدار مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة بين السويف. وهنكم رحلتنا الممتعة ودروس مادة الرياضيات والمحور الأول الحس العددي والعمليات التعبيرات الرياضية. هناخد الوحدة الأولى مازلنا في الوحدة الأولى. قابلية القسمة والعوامل والمضاعفات وهي في المفهوم الأول قاملية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر ووصلت رحلتنا للدرس التالت اللي بعنوان كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر اللي احنا بالنموز بالرمز عين ميم ألف. احنا مع نهاية درسنا بنتمنى على الله ان احنا نحاقق مجموعة من الأهداف. ومع نهاية هذا الدرس يكون تلمزنا قادرا على ان هو يقدر يكتب تعبير رياضي يتضمن العامل المشترك الأكبر ويحلله. يبقى انا عايزك هتستخدم العامل المشترك الأكبر ان انت تكتب تعبير رياضي. طب تعالوا نشوف كده امثلة جميلة كده من امثلتنا الحلوة. يقول لي تحضير الكراتين. عندنا جامعة تلميذة اتناشر كيسا من ايه? اكياس البقوليات. وتمن اكياس من الجبن. لتحضير كراتين للتبرع للمحتاجين. عايزين نساعد التلميذة دي ان يتحدد اكبر عدد. يبقى انا هنا عارفت من كلمة ان هي عايزة تحدد اكبر عدد ان انا هوجد مين? ان انا هوجد العين مين? الف. يبقى انا هنا عايزة يحدد اكبر عدد. اكبر عدد من الكراتين يمكن تحضيرها. يبقى انا همسك العددين اللي عندي. اللي هم مين? الاثناشر والتمانية. وابدأ اجيب منهم العام المشترك الاكبر. خلي بالك ان هو يرمز لكيس البقوليات بالرمز جي. وبالرمز سي لعلب الجبن. طب تعال حل المين? الاثناشر والتمانية. انا قلت ان الاثناشر عشان احللها طبعا الاثناشر هنا ليس عدد اولي. وقلنا ان الاعداد اللي مش اوليها بنضعها داخل مربع. وبعدين نبدأ نحل. فالاثناشر دي عبارة عن كام. قلنا ثلاثة فاربع يقيمة اتنين في ستة. نخليها ثلاثة فاربع. يبقى الثلاثة عدد اول هاد عدد اخت الدايرة. والالاربع هنا لسه هتحتاج تحليل فنضعها داخل ايه? المربع الجميل بتاعنا. تعال بقى نحل لنحل المين الاربع. طيب الاربع عبارة عن كام عبارة عن اتنين في كام اتنين في اتنين. اهي بالشكل الجميل ده. يبقى انا كده حللت الاثناشر. طيب تعال نحلل مين? نحلل التمانية. ادي التمانية بتاعتنا. هنبدأ نحللها بالشكل ده اهي كده. وابدا او اشوف التمانية دي عبارة عن كام في كام? هتبقى عبارة عن اتنين. اهي في كام اتنين في اربعة. يبقى انا عندي التمانية اتنين في اربعة بالشكل ده. لأ سوري احنا قلنا الاربعة لسه تتحلل. يبقى تضع داخل ايه شطار داخل داير. يبقى احنا داخل ايه مربع. يبقى احنا نكتبها داخل المربع. هنعمل لها مربع الظريب كده جميل. عشان نقدر ايه نحللها. يلا نحلل الاربعة. بترابوا عليكم شطار. بتقول الاربعة عبارة عن كام في كام? عبارة عن اتنين في ايه في اتنين. يبقى انا كده حللت مين? الاربعة عبارة عن اتنين في اتنين. تعال انا بقى نعمل الشكل فين اللي احنا من خلاله هنحنقل مين العامل المشترك الاكبر. اuchنا هنا هنحلل للاتناشر. يبقى الدايرة دية تمثل عوامل الاتناشر. والدايرة دي اناها تمثل عوامل مين? التمانية. طيب تعال نغير كده لول الألم بتاعنا ونبدأ نشتغل. طيب تعال نشوف من المشترك هلاقي هنا اتنين ولقي هنا ايه اتنين يبقى انا في النص هكتب اتنين يبقى ايزا ده العامل المشترك الاول وعن لي هنا اتنين وعن لي هنا برضو اتنين يبقى هكتب اتنين برضو في الجزء الايه التقاطع ما بين الدلتين. طيب هنا ثلاثة وهنا اتنين. اه يبقى الثلاثة دي انا ما خدتهاش مش مشتركة هضعها خارج الايه التقاطع. والاتنين هي برضو مش مشتركة هضعها خارج ميم التقاطع بالشكل ده. اللي في النص ده هو ده اللي هنجيب منه العين ميم الف. يبقى ده اللي هجيب منه ايه? يبقى ده اللي هجيب منه العين ميم الف. يبقى ده هستخرج منه العين ميم ايه الف بالشكل ده. طيب انا عندي في النص كام في كام? اتنين في اتنين. يبقى اتنين في اتنين بكام? هتقول لي باربعة. بضعه خارج القوس يبقى اللي برا ده هو العامل المشترك الأكبر وداخل بقى القوس هنكتب العددين اللي أنا مخدتهمش اللي هو التلاتة هكتبه هنا اهو زائد مين زائد اللي اتنين يبقى دائس متعبير عددي يبقى ايزاً أنا هعمل كم كارتونة هعمل أربع كارتين اللي هو بقول لي اوجد اكبر عدد مين من الكارتين مين اللي عنده اربع كارتين ده عنده اتنين بس وده ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة آه يبقى الاختيار بتاعها هيبقى رقم ايه الاختيار بتاعها هيبقى رقم با ليه لانه هيبقى اربع كارتين وخلي بالك هيبقى عندي ايه ثلاثة انواع من البقليات لان أنا اللي باقي من الاثناشر كانت تلاتة والاثناشر دي تمثل مين البقليات وهو قال هيرمز البقليات بالرمز G فتلاقي هنا فيه كل كارتونة فيه ثلاثة G أدي واحد اثنين ثلاثة أدي واحد اثنين ثلاثة أدي واحد اثنين ثلاثة أدي واحد اثنين ثلاثة ويبقى في كمان فاضل اثنين من علب الجبن يبقى إيزا هتلاقي أن علب الجبن هنا هنرمز لها بالرمز C فلاقي هنا اثنين C والكارتونة دي فيها اثنين C والكارتونة دي فيها اثنين C والكارتونة دي فيها اثنين C يبقى انا كده اختياري ايه يبقى انا كده اختياري صحيح يبقى انا عملت ايه انا حددت الايه الاختيارات بتاعتي قلت عندي اتناشر وعندي مين وعندي التمانية وروحت محلل الاتناشر وحللت كمان مين التمانية لما حللنا الاتناشر وحللنا التمانية وجدنا ان العامل المشترك الاكبر هو اربعة فقلت بقى انا هاختار اربع كاراتين ووجدت ان لما خدت من الثمانية أنا ما جيت حللت الاثناشر والثمانية قلنا هيبقى العام المشترك بتاعنا اربعة فضل من الاثناشر كام لما أسمنا الاثناشر على اربعة هيبقى فاضل ثلاثة ولو أسمت الثمانية على الاربعة هيبقى فاضل اتنين يبقى أنت كده ده اسمه تعبير ايه عددي يبقى الاربعة اللي برا دي تمثل عدد مين عدد الكاراتين تاب والثلاثة تمثل عدد أكياس البقليات في كل كارتونة تاب والثلاثة تمثل عدد علب الجبن في كل كارتونة فكان الاختيار بتاعنا رقم باق تابتاعة ناخد مثال تاني عشان نقدر نستوعب احنا بنقول ايه جامعة تعبير في بنك الطعام اتناشر كيسة من البقليات وستاشر علبة من الجبن عايزين نكتب التعبير العددي الذي يعبر عن اكبر عدد من مين من الكاراتين يبقى أنا همسك الاثناشر وحللها قلنا الاثناشر كم في كم شطار الاثناشر تبقى عبارة عن برافو عبارة عن كم في كم ثلاثة في اربعة والثلاثة عشان عدد اولي هنحطها في دايرة والاربعة هنا هتحطها في مربعة عشان لسه هتتحلل تعال نحلل الاربعة هتبقى اتنين في اتنين برافو عليكم واللي اتنين برضو اضعتها جوه دايرة واللي اتنين التانية برضو اضعتها ايه جوه دايرة عشان نقدر ايه نحللها ممتازين طب تعالوا نشوف مين الستاشر طب الستاشر كم في كم اتنين في تمانية طيب الاتنين ده عدد اولي وضعته جوا ده يا تابوه التمانية لسه محتاج تحليل يبقى نحلل التمانية هتيبقى عبارة عن ايه ممتازين اتنين في اتنين في اتنين لانها اتنين في اربعة واك انا حلل الاربعة اتنين في اتنين يبقى انا كده حللت الاثناشر والستاشر هنبدأ بقى ايه نكتب الاثناشر دي طريقة تانية طريقة تانية لإيجاد العين ميم آلف اللي اتناشر عبارة عن كم؟ عبارة عن تلاتة في اتنين في اتنين. طيب والستاشر اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. هي هنكتبها. بس خلي بالك هنكتب الاتنين تحت الاتنين والاتنين التانية تحت الاتنين وهكزا. بنكتب الاعداد المتشابهة تحت ايه? بعضيهم. تعال بقى نحدد هنا اتنين وهنا اتنين. يبقى العامل المشترك الاتبر اللي هو العين نيم آلف. هنزل من دوم اتنين ونزل من دي اتنين يبقى اتنين في اتنين اتنين في اتنين بكام تقول لي باربعة تبتع نكتب بقى التعبير العدد بتاعي يبقى العامل المشترك ده اللي هو كام اربعة هنكتبه فين هنكتبه خارج القوس يبقى الاربعة هتكتب خارج القوس ونفتح قوس يبقى فاضل من هنا مين فاضل من فوق التلاتة وفاضل من تحت اللي اتنين في اتنين اللي اتنين في اتنين دي بكام اللي اتنين في اتنين دي باربعة. يبقى التلاتة اللي جوه دي اللي هي ناتج ايه? ناتج ايه? الباقي بتاع مين? بتاع الاثناشر. لان انت خدت الاتنين دي وخدت الاتنين دي. يبقى فاضل مين? فاضل التلاتة. يبقى انا هكتب التلاتة هنا داخل التعبير العادة دي. طب قول الاربعة دي جات امين. دي ناتج ايه? باقي مين? الستاشر. لان انت اخذت الاتنين دي كعمل مشترك. وخدت الاتنين دي كمان كعمل المشترك. يبقى فاضل اتنين في اتنين بكام باربعة. طب انا عايز اتحقق من اجابتي. لو انت ضربت اربعة في تلاتة تطلع الاثناشر اللي ايه? اللي برا هنا. ولو ضربت الاربعة في اربعة دي اسمه عاملية توزيع الدربة على الجامعة. اربعة في اربعة تديك الستاشر اللي موجودة برا. يبقى انا كده ايه? اجابتي صحيحة. يبقى انا لو عندي تعبير عددي. وقال اختار ما هو التعبير العددي اللي لازم يمثل الايه? العام المشترك الاجمر او التعبير العددي الاثناشر والستاشر. عايز اتحقق. اروح ضرب العدد اللي خارج القوس في داخل القوس. خلي بالك ان هنا ما بينهم عملية ضرب. ولازم في الجوة القوس يبقى زائد. عشان بيديك كزا تعبير عددي. وروح كاتب هنا ضرب. وتختار انت. اقولك لا. لازم تتحقق ان اللي داخل التعبير العدد هنا ايه? علامة زائد. لازم نتحقق من دي. يبقى هنا بيبقى ضرب. يمثل عملية ضرب. ان الاربعة مضروبة داخل القوس. هتتضرب في الاقواس لجوة ده. واللي ما بين الرقمين لجوة القوس تبقى عملية زائد. يبقى هنا عملية جام. لو ضربت اربعة في تلاتة يديك العدد الاولان. اللي هو اتناشر. ولو ضربت اربعة في اربعة تيديك كامل ستاشر. ولو جيبت ناتج جامع اتناشر والستاشر يديك ناتج ده كله. يعني انت لو ضربت جامعة تلاتة واربعة سبعة. سبعة اين? يبقى نضرب ايه? سبعة. سبعة فاربعة كام بتمانية وعشرين. انا لو جمعت اتناشر وستاشر برضو اتدي تمانية وعشرين. ودي طريقة اخرى للايه? لأيه? التحقق. طيب تعالى ناخد ايه? مثال تاني. بيقول لي جامعة عبير في بنك الطعام اتناشر كيسة من البقليات. وستاشر علبة من الجب. بس تعالى نكتبها بطريقة تانية. عايزين نشوف الايه اللي تلاتين هاتي دا يرتكوينها. احنا قلنا ايه ان الاثناشر حللناها برعا تلاتة فاربعة والاربعة اتنين في اتنين. زي ما احنا نحللنا. والستاشر قلنا اتنين في تمانية. والتمانية حلناها اتنين في اتنين في اتنين. تعالى بقى نعملها بشكل فين. يبقى انا هناك عملتها بالطريقة الرأسية. هنا لأت عموك نستخدم شكل فين. هنا على الدايرة هرسم دايرتين متقاطعتين. يبقى هنا اكتب العوامل الاولية للعدد اتناشر على الدايرة دي. وهنا العوامل الاولية للعدد ستاشر. يبقى هنا العوامل الاولية للعدد اتناشر والدائرة التانية تمثل العوامل الاولية للعدد مين ستاشر طيب تعالوا نشوف مين المشترك هنا هلاقي هنا اتنين وهنا اتنين يبقى ده اول عدد اهو ادي الاتنين دي اللي انا عملت له عملية الايه الدوران اهي الاتنين دي مشتركة مع مين مع الاتنين دي الاتنين دي والاتنين دي كلا مشترك اكتبه فين برافو عليكم اكتبه من هنا في التقاطع ما بين الدايرتين ممتاز وانا هكتب هنا اتنين هلاقي كمان الاتنين دي مشتركة مع الاتنين دي يبقى ايزا هكتب برضو هنا في الوسط ايه اتنين تمام يبقى هنا فاضل مين في الاتناشر يبقى فاضل التلاتة دي انا ما اخستهاش هكتبقى خارج التقاطع يبقى انا هكتب هنا تلاتة ولاقي هنا اتنين ولاقي هنا اتنين برضو انا ما خدتهمش هكتبهم فين هكتب هنا الاتنين وهكتب هنا الاتنين هنا من الوسط ده هعمل ايه هجيب العامل المشترك اللي انا هزلله لك ده ليه التقاطع خلي بالك ان هنا الجزء اللي في الوسط ده اللي انا عملته باللون الاصبر ده اللي انا هجيب مين مين العامل المشترك الاجبر اللي هو العين مين الاف طيب ده هكتبه فين برافو عليكم ده اللي بكتبه خارج التعبير العددي بكتبه فين خارج التعبير العددي يبقى هنا اتنين في اتنين بكام تقولي باربعة يبقى انا هكتب اربعة اهي يبقى ده اللي خارج القوس وبعد كده بفتح قوس كده وخلي بالك ان العملين اللي في النص بتبقى زائد. لازم نتحقق من دي. هيبقى فاضل هنا في العامل الاثناشر مين? التلاتة اروح كاتبها هنا بالشكل ده. طيب. وهنا اضرب اتنين في اتنين بكام? بتقول لي باربع يبقى هنا داخل الكوس اربعة. تبقى انا افرد بردلت وكتبت الاربع ما كان التلاتة والتلاتة ما كان الاربع اللي هو الكوس دي مفيش مشكلة. لان الجامع عملية ايه? عملية ابدالية. الجامع عملية ايه يا العملية ابدالية. بقى نوها تاني. يبقى ايزا اللي انا عملت عليه باللون الاصفر ده? هو ده اللي هنجيبه ايه? العامل المشترك اللي بيتكتب خارج مين? خارج الكوس. يبقى اقول له كده التعبير العددي. هكتب اربعة وفتح كوس يفضل تلاتة زائد مين? زائد الاربعة. يبقى انا كده كتبت التعبير العددي. اللي يمثل ايه? اكياس البقليات وعلب. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. اذا كان لديك ست صمارات من التفاح وثمان صمارات من البرتقال. ما هو? يعني انا عايزا كتب تعبير العددي. يعبر عن اكبر عدد. يبقى اول ما الاأك كلمة اكبر عدد. يبقى انا عايز اججي ده برافو عليكم. انا عايز اججي ده لعين ميم. قالب في عن العامل المشترك الاكبر. يبقى لازم احلل مين ومين؟ لازم احلل الستة والتمانية. يبقى اقول له الستة التمانية عبارة عن كام في كام? تقول لاتنين فااربعة. طيب علاتنين عدد اولي حطه جوه دايرة والالاربعة لازم تتحلل فهتحطها جوه مربع. تعال نحلل الاربعة. برافو عليكم يبقى اتنين في كام في اتنين شطار. نيجي للستة. نبدأ نحلل هتبقى كام في كام? اتنين في تلاتة. اللي اتنين عدد اولي فضعتها جوه دايرة. والتلاتة كمان عدد اولي وحطتها جوه دايرة. تعال نعمل بقى مية شكل الفن بتاعنا الجميل او نكتب التمانية اتنين في اتنين في اتنين والستة اتنين في تلاتة. هلاقي هنا اللي اتنين هي العامل ايه? المشترك. يبقى انا هقول له العين ميم الف طلعت بكام? طلعت باتنين. ايه بالشكل ده. يبقى انا كده جبت اتنين. طيب ما اجي اكتب التعبير العددي. خلاص ما انا جبت العامل مشترك اتنين. ده اللي هكتبه خارج مين? القوس. يبقى فاضل فوق من التمانية كام في كام اتنين في الاتنين دي باربعة. يبقى انا هكتب الاربعة برة. وفاضل كام من الستة التلاتة دي ما خدتهاش. هكتبها برضو داخل ايه القوس. يبقى انا كده لو انا عايز اتحقق لو ضربت اتنين فاربعة تطلع بالتمانية اللي انا كنت بحللها. ولو ضربت اتنين في التلاتة تطلع الستة اللي انا كنت ايه بحللها. يبقى انا بتجيب التعبير العددي. يبقى اقول له التعبير العددي بتاعي هيبقى الاتنين اللي انا جبتها عامل مشترك وافتح قصب زائد فاربعة زائد كم زائد ثلاثة. تعالوا نشوف. مثال تاني. الحلاب طريقة تانية اللي هي ايه? باستخدام مين? باستخدام شكل فين. يبقى انا بديك طريقتين للحل. يا اما تكتبهم رأسي بعد ما تحللهم. يا اما تمثلها بشكل فين. الطريقة السهلة بالنسبة لك اعملها. يبقى انا هقول له التمانية حللناها. قلنا اتنين فاربعة. والاربعة حللناها اتنين في اتنين. وعا كده الستة حللناها اتنين في تلاتة. كعدد اولي. فعا كده هعمل شكل الفين. هكتب هنا عوامل العدد تمانية اهي بالشكل ده. وهنا العوامل الاولية العدد ستة. طيب تعالوا نشوف مين المشترك. هلاقي هنا دي اتنين. اهيه. ولاقي هنا ايه اتنين. يبقى من المشترك هنا وهنا في الستة والتمانية. هلاقي هنا اتنين. اللي انا اهيه. بقى اعمل لك عاملية الدوران ديها. ولاقي هنا اتنين. دم مشتركين مع بعض. يبقى انا هاجي اكتبهم فين. برافو عليك. ما اكتبهم هنا في النص. هكتب هنا في النص مين. يبقى انا هنا هكتب في النص مين. اللي ايه. اللي اتنين بتاعتي. يبقى انا هاجي اروح كاتب هنا كام. هكتب هنا الاتنين. اهي بالشكل ده. هلاقي إن التلاتة هنا ما خدتهاش يبقى روح كاتبها فين عندي الستة ولاقي هنا اتنين في اتنين ما خدتهمش يبقى كتبهم هنا عندي الاعداد الاولية للمين للتمانية بالشكل ده لما جاكتب التعبير العددي هلاقي إن الاثنين دي هي العامل المشترك اكتبها خارج القوس وروح فتح بقى القوس بتاعنا الجميل بالشكل ده وافضل بقى أنا عندي هنا التلاتة ما خدتهاش اروح كاتبها داخل القوس اهي واقول له زائد نجي بقى هنا برضو هناخد مين اتنين في اتنين بكام باربعة يبقى ده التعبير العدد بتاعي اللي انا ايه جبته تعالي نقولها تاني احنا عملنا ايه احنا خدنا المشترك بتاعنا كام اتنين وهنا اتنين يبقى الله نكتبه يبقى احنا قلنا احنا نكتب هنا اتنين طيب وعندنا هنا التلاتة ما اخستهاش واتنين في اتنين ما اخستهمش يبقى انا عندي الاتنين دي ما خدتهاش اكتبها يبقى انا هكتب هنا اتنين والاتنين دي برضو مقاخص تاش اكتبها هنا يبقى هنا اتنين الاقي ان التلاتة هنا عند الستة مقاخص تاش اكتبها خارج هنا ليه التقاطع يبقى التعبير العدد التاعي يبقى هنا الجزء هنا المشترك مين اللي هو الاتنين اكتبه فين اكتبه برا يبقى الاتنين اهي وافتح بقى الكوس واكتب الايه اتنين في اتنين اربعة احسن تقول الاربعة دي جات منين يا مستر ما انا بقدر بقى العوامل الاولية المتبقية هي عند الثمانية اللي هي اتنين في اتنين وما نساش انا بضع بينهم علامة زائد وهنا التلاتة لما اخستاش من الستة. لو انت عايش تتحقق لو ضربت اتنين في اربعة تطلع بالتمانية اللي انت كنت بتحللها. ولو ضربت اتنين في تلاتة هتطلع بالستة اللي انت برضو كنت بتحللها. ولو عايش تتحقق اكتر هتجمع طبعا حاجة اسم ترتيب العمليات اللي احنا اخدناها في الصف الرابع والخامس. هنجمع ما بداخل القص اول ما بكلنا نضرب. يبقى ثلاثة زائد اربعة سبعة اضربها في اتنين في اربعة تاشر. فعلا لو جمعت تمانية وستة تطلع بكام اربعة تاشر. يبقى دي برضو دي من طرق لايه التحقق. طيب تعالوا نشوف مثال بعد كده. بيقول لي خاصية التوزيع. استخدام خاصية التوزيع في ايجاد تعبير عددي مكافئ. اللي اللي هو الميستر لسه بي كلم عنه. احنا قلنا الستاشر. لو انا حليته عبارة عن كام في كام اربعة في اربعة. والاربعة لو حللتها اتنين في اتنين. والاربعة دي في اتنين في اتنين بالشكل ده. طيب لو الاربعة وعشرين هتبقى عبارة عن كام. هتبقى عبارة عن اربعة في ستة. طيب الاربعة اتنين في اتنين. الاتنين عدد اولي. والاتنين عدد اولي. طيب الستة. اتنين في كام. اتنين في تلاتة. تعالوا نكتب بقى مين. الستاشر عبارة عن كام. اتنين في اتنين في اتنين في اتنين لاربع مرات اهي تبقى اللي اربعة وعشرين اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة يبقى اللي اربعة وعشرين اكتب اللي اتنين تحت الاتنين والاتنين التانية تحت الاتنين والاتنين التالتة والتلاتة اكتبها بعيد اروح بقى جايب العامل المشترك الاكبر اللي هو العين ميم الف يبقى العين ميم الف اللي هو مين هنا الاقي اللي اتنين دي مشتركة والاتنين دي مشتركة والاتنين ميم آلف. هاضرب بقى اتنين في اتنين في اتنين. لان العمود ده هينزل منه واحدة بس. اتنين واحدة بس. والعمود ده هينزل منه اتنين واحدة بس. والعمود ده هينزل برضو اتنين منها واحدة بس. يبقى اتنين في اتنين في اتنين. اتنين في اتنين باربعة. في اتنين بتمانية. يبقى انا كده جبت الايه العام المشترك. تعال بقى نكتب تعبير عدد يكافئ يبقى انا اقول له كده الستاشر زائد اربعة وعشرين لما جيب التعبير العددي يبقى التمانية كان عام المشترك ويفضل بقى اتنين اللي ما خدتهاش من هنا والتلاتة اللي انا ما خدتهاش من هنا بقى كده كتبت التعبير العددي طيب لو عايز استغلم خصيط التوزيع واشوف هل انا حليت صح ولا لا لو ضربت تمانية في اتنين تطلع الستاشر و لو ضربت تمانية في تلاتة تطلع من الاربعة وعشرين على فكرة كنت ممكن اجيب عدد مكافئ تاني بالشكل ده انا ممكن بدل ما اكتب تمانية اخذ الاتنين دي والاتنين دي يبقى اتنين في اتنين بكام باربعة يبقى انا هكتب اربعة حد ممكن حلاب طريقة تانية يبقى انا فاضل مين فاضل اتنين في اتنين باربعة اهي اتنين في اتنين باربعة اللي انا ما اخستاش زائد وفاضل مين هنا اتنين في التلاتة اللي هناك دي اتنين في تلاتة بكام بستة. ايه ده؟ ده تعبير عددي اخر يكافئ التعبير العددي ده. ليه؟ لان انت لو ضربت اربعة في اتنين تطلع اربعة في اربعة تطلع بستاشر ولو ضربت اربعة في ستة تطلع بكامب اربعة وعشرين اللي انت كنت ايه بكبلة عدد مكافئ. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مستخدما اكمل مستخدما عين ميم الف وخاصية التوزيع. اول مثال عندي الستاشر والاربعة وعشرين. احنا عندنا الستاشر عبارة عن كام في كام. الستاشر عبارة عن انا ممكن احلها بطريقة تانية. الستاشر دي عبارة عن تمانية في كام في اتنين. اهي بالشكل ده. طب والاربعة وعشرين عبارة عن كام تمانية في تلاتة. يبقى مين المشترك؟ برافو عليكم التمانية. يبقى انا هكتب هنا تمانية اهي بالشكل ده. فاضل من هنا مين؟ فاضل للاتنين اهي اللي انا ما اخستهاش. طب مفاضل من هنا مين؟ الثلاثة اللي أنا ما أخذتهاش. هكتب يبقى الغوة. يبقى أنا كده كتبت تعبير عدد مكافئ. تعال ناخد مثال تاني. الخمسة وعشرين والخمستاشر. الخمسة وعشرين كم في كام بخمسة وعشرين؟ شطار. خمسة في خمسة. يبقى أنا هكتب هنا خمسة في خمسة. أهي بالشكل ده. طب والخمستاشر عبارة عن كام ضرب كام؟ عبارة عن خمسة ضرب ثلاثة. يبقى مين المشترك؟ برافو عليكم. هنا في خمسة أهي. وهنا كمان في خمسة أهي. يبقى أنا مين لها أخدها مشتركة برا؟ الخمسة أهي كتبتها. يبقى فاضل من هنا مين؟ فاضل الخمسة دي أنا ما أخذتهاش. اكتبها داخل القوس. اهي بالشكل ده. وفاضل من هنا مين؟ الثلاثة. اروح كاتبها داخل القوس. يبقى أنا لو ضربت خمسة في خمسة تطلع بخمسة عشرين. ولو ضربت خمسة في ثلاثة تطلع بخمستاشر. تعالوا ناخد مثال تاني الـ 20 ومين والـ 24 تعالوا نحلها بسهولة جدا الـ 20 كم في كم عندنا 2 في 10 في 20 وعندنا 4 في 5 في 20 يبقى أنا مثلا هقول 4 في 5 4 في 25 في 20 هاي بالشكل ده يبقى 4 ضرب 5 5 هنا عدد أولي أنا هدور دايما على الحاجات اللي فيها عدد أولية لو موجودة طب الـ 24 هتبقى عبارة عن كم عبارة عن 4 في 6 يبقى 4 هنا و 6 هنا يبقى من المشترك هلاقي هنا 4 اهي بالشكل ده وهنا ايه 4 يبقى أنا هاخد الـ 4 خارج مين خارج القوس طب فاضل من هنا مين فاضل الخامسة اللي هي عدد أولي اهي بالشكل ده وفاضل ايه الـ 6 اللي هي كاتل 2 في 3 يبقى هنا الـ 6 بالشكل ده طب افرد مستر أنا عايزة استخدم الطريقة العادية وحللها مفيش مشكلة هتروح ماسك العشرين وتبدأ تحللها بالشكل ده اهي اروح ماسك العشرين بتاعتي وحللها عبارة عن كم في كم هتقول لي 4 في 5 اهي 4 هتقول لي كده 4 في كم 4 في 5 طيب وبعدين اروح بقى الحل الخامسة ده عدد أولي هروح عامل له ايه الدايرة الجميلة بتاعتنا اهي والاربعة دي محتاجة تحليل هابدأ بقى أحلل مين أحلل الاربعة طب الاربعة دي كم في كم هتقول لي الاربعة دي اتنين في اتنين اهي اللي اتنين عدد أولي اهو بالشكل ده والاتنين هنا برضو عدد ايه أولي كم تمام وبعدين اروح ماسك اللي 24 برضو احللها دي الاربعة وعشرين هتبقى عبارة عن كم في كم هتقول لي اربعة في 6 يبقى تعالي نحلل اللي 24 عبارة عن اربعة في 6 اهي هروح كاتب كده اربعة والاربعة لسه محتاجة تحليل فهنا ضعها داخل مربع والستة برضو محتاجة تحليل هنضعها برضو داخل ايه المربع بتاعنا تعال نحلل مين الاربعة هتقولي الاربعة كم في كام هتقولي الاربعة دي عبارة عن اتنين كعدد اولي نضعها داخل الدايرة في اتنين كعدد اولي برضو نضعها داخل الدايرة طيب والستة هتبقى عبارة عن اتنين في تلاتة اللي اتنين عدد اولي هنضعها داخل الدايرة بالشكل ده والستة برضو والتلاتة عدد اولي هنضعها داخل الدايرة التبتاع نجيب بقى نجيب مين؟ العامل المشترك الأكبر. هروح عامل الدائرة الجميلة بتاعتنا اهي بالشكل ده. ألاقي هنا اتنين عامل مشترك مع الاتنين دي. هروح كاتبها في النص. دي الاتنين. ولاقي الاتنين دي عامل مشترك مع الاتنين اللي هنا. برضو هكتبها في النص. هلاقي بيني فاضل من العشرين الخامسة. اكتبها في دائرة العشرين. ولاقي فاضل مين مين من الاربع وعشرين اللي اتنين والتلاتة اروح كاتمه بخارج الايه التقاطع اتنين في تلاتة بمين العام المشترك الأكبر اللي هو اتنين في اتنين باربع اللي انا كتبتها اهيه طيب وهنا فاضل كام فاضل الخامسة اروح كاتبها جوة دايرة وهنا اتنين في تلاتة بستة يبقى انا كان تحليلي ايه صح يبقى انت تستخدم الطريقة اللي تبقى مناسبة لك وانت تقدر ايه تحلها بمنتهى السهولة طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده الخمسة وتلاتين والتنين واربعين الخمسة وتلاتين عبارة عن كام في كام شطار خمسة في سبعة يبقى هنا خمسة في سبعة من خمسة وتلاتين الخمسة عدد اولي والسبعة عدد اولي طيب والتنين واربعين ستة في سبعة السبعة برضو عدد اولي يبقى هنا ستة وهنا سبعة يبقى مين المشترك برافو عليكم هلاقي هنا سبعة عام المشترك ولا هنا السبعة عام المشترك. يبقى انا هكتب خارج القوس السبعة لعام المشترك. فاضل كام هنا? فاضل الخامسة دي هكتبها جوة القوس وفاضل الستة دي هكتبها برضو جوة الايه القوس. لو ضربت سبعة في ستة خمسة بخمسة وتلاتين وضربت سبعة في ستة دي كتنين واربعين اللي انت كنت بتجيب لهم الايه العام المشترك الاكبر باستخدام خاصية من التوزيع. طيب تعالوا تشوف المثال بعد كده بقول لي اختار الاجابة الصحيحة. عطيني اه تلاتين. وبيقول لي ايه العدد اللي خارج القوس. اه انا كده هحتر. لا ما تحترش. تعال نجيب الامنا الجميل. ونبدأ نحل. بيقول لي هنا. دي تلاتين. انا عايز عدد هنا يدري ده. اه الميستر قال لي انا في ترتيب العمليات ممكن اجيب ناتجي الجمعي ده. اقول لي اربعة زائد ستة كم تقول لي عشرة. افكر بقى. ايه الرقم اللي يتضرف في عشرة. يدي تلاتين. تلاتة شطار. يبقى الاجابة بتاحتك هتبقى كام? تلاتة. الاجابة بتاحتك هتكون تلاتة. نقولها تاني نقولها تاني. انا عايز اشوف الناتج ده. طيب نمسحها كده ونحلها مرة تاني. انا عايز اشوف الحل بتاعي. انا عايز ايه العدد اللي تلاتين. اعايز الناتج بتاعي يبقى تلاتين. اجيب ناتج بقى جمع ما بيداخل القوس. وقول له اربعة زائد ستة. يقول لي عشرة. عايز رقم بقى يتضرب في عشرة. لان اللي خارج القوس هيتضرب داخل القوس. تعبقى خاصية التوزيع. توزيج ضربة على الجمع. يبقى ايه الرقم اللي يتضرب في عشرة يديني تلاتين. اقول له ايه التلاتة. يبقى الاختيار بتاعي هيكون تلاتة. الاختيار بتاعي هيكون ايه? تلاتة. بتاعنا اخد مثال تاني. هنا بيقول لي اختاري الاجابة الصحيحة. بيقول لي الناتج بتاعك هيبقى كام? اه. تبقى هعمل ايه? هعمل العكس. المرة دي هجيب برضو ناتج الجامعة لداخل القوص حسب ترتيب العمليات. هجيب ناتج مين? جامعة الايه? التلاتة والسبعة. تقول لي التلاتة زائد سبعة كام? تقول لي عشرة. اهي. يبقى اللي اربعتاشر تضرب في مين? في العشرة. فحالة ضرب في ارقام فيها اصفار بنازل السفر اولا. يعني السفر بتاع العشرة ينزل الاول. واضرب واحد ضرب اربعتاشر بي كام? تقول لي باربعتاشر. واحد ضرب اربعتاشر باربعتاشر. يبقى الاختيار بتاعك هيبقى كام? الاختيار بتاعي هيبقى ايه? هيبقى مية واربعين. يبقى الاختيار بتاعي هيصبح كام? مية واربعين. حد ممكن يحلها بطريقة تانية. يقول لي يا مستر لا انا هادرب اربعتاشر في تلاتة. وعا كده اربعتاشر في سبعة. وبعا كده اجمعه. ما فيش مشكلة. بس هتبقى طويل عليه. احنا كده سهلناها. جبنا ناتج بحسب تفتيب العمليات. ما بداخل القوص اولان. وبعد كده ضربته في الاربعتاشر. فتلاتة زائت سبعة تلعي في عشرة. ضربتها في اربعتاشر تلاتة مية واربعين. طب ناخد مثال تاني. تعال ناخد مثال ايه? اخر. ليه? المسألات اللي معانا. بيجي مثلا يقول لي. حسب ايه? اختار التعبير العددي. ستة. يعبر عن وجود خمس اشياء من ايه? يعبر عن وجود خمس اشياء. نقرأ مسألتنا كده بالراحة جدا. عشان نفهم هو بيقول ايه. بيقول لي التعبير العددي. ستة في خمسة زائت اتنين. يعبر عن وجود خمس اشياء من صنف ما? في مجموعة في المجموعة الوحدة. عايزين اجمالي عدد هذا الصنف. خلي بالك. بيقول لي خمس اشياء من صنف ما? خلي بالك ان انا كده معناه ان انا عملت ستة كاراتين. جواها خمس اصناف مسلا من الارز. وصنفين مسلا من الماكرون. يعني انا لو سميت الاصناف اللي جوا يعني. فهو بيقول لي عندي خمس اصناف من الارز اللي انا سميتهم ارز. مسلا. طيب انا عايز بقى اجمالي صنف الارز. ده اعمل ايه? شطار. اضرب اللي داخل جوا. يبقى الستة هتضرب في الخمسة. هنا المسألة. عايز بس اجمالي صنف واحد. يبقى لازم اضرب الستة اللي هي العامل المشترك. اللي هي عدد الكاراتين او عدد الاكياس او اللي هو العامل اللي هو التعبير ده اللي هو العامل المشترك الاكبر. هروح دربه جوا. اللي هو الخمسة. يبقى ستة في خمسة بكام? بتلاتين. يبقى هذا الايه من هذا الصنف. يبقى كده عرفت انحلال ازاي. طب بفرض هو كانش بيسأل على الخمسة بيسأل على الاتنين. فاخن عايز اجمالي. يبقى كنت ضربت الستة في اتنين طلعت باثناشر وكنت اختطت رقم بقى. يبقى هنا كان عاطيني الاصناف من ايه الخمسة. وعاطين العدد الاجمالي بتاعهم اللي هو عدد الالتين هنا ستة. وكان عايز الاجمالي بتاع الصنف. كان بسهولة جدا. اروح ضرب الستة في خمسة يطلع لتلاتين. طب نشوف المسال بعدها. بقول لي اذا كان لديك عشرين كتاب. وخمستاشر كشكول. وتريد ان تحضر منها اكبر عدد. قلنا اكبر عدد. يعني عايز العين ميم آلف. يبقى معنا كلمة اكبر عدد. عايز العين ميم ايه آلف من العداد دي. دون ان يتبقى اي كتاب او كشكول لهذا الايه التعبير. يبقى انا كده انا مش عايز اي كتاب او كشكول. يبقى انا عايز ايه عدد الايه الكشاكيل بتاعتي. يلا تعاني نجيب بعدد مين الكشاكيل اللي موجود عندي. طيب هنعمل ايه هروح ما تحقل من العشرين. العشرين دي كم في كم? هتقول لي اربعة في خمسة. بقول خمسة عدد اولي. خلاص يبقى انا كده جيب طالما جيبت عدد اولي هبقى مطمئن. طب والخمستاشر هيبقى ثلاثة في خمسة. يبقى الثلاثة هي عدد اولي. والخمسة كمان عدد اولي. بقى مين هو العامل المشترك الاكبر؟ برافو عليكم. الخمسة هنا والخمسة هنا. يبقى ده العامل المشترك الايه اكبر ما بيني العددين. يبقى انا هنا عندي خمسة اهي. وين برضو عندي خمسة. يبقى عندي خدت مين انا خدت الخمسة خدت مين يا ولاد انا خدت الايه الخمسة عندي هنا بالشكل ده لما خدت الخمسة لما خدت الايه الخمسة وهنا خدت الخمسة فاضل من هنا كام فاضل من هنا اربعة يبقى جوه القوس هكتب الايه الاربعة بتاعتنا واقول له زائد لما خدت الخمسة من هنا يبقى فاضل كام التلاتة من عند الخمستاشر يبقى فاضل اربعة يبقى هعمل ايه هعمل خمس كاراتين كل كارتون هيبقى فيها اربع كتب وتلات كشكين لو انا عايزة اوزعهم على الكاراتين يبقى هعمل خمس كاراتين كل كارتون هيبقى فيها اربع كتب وتلات كشكين طيب انا اختيار بقى شبه ده هارس خمسة واربعة ناقص اه شفت بقى هو بيلعب بايه بالحاجة اللي جوه مين اللي جوه الاقواس طيب وهنا خمسة واربعة زايد ايوه هو ده الاختيار الصح يبقى انا كده لما اجي اختار هختار مين هاختار دي اللي هي خمسة و اربعة زائد. يبقى شفت هو لعف ايه بقى? لعف الاشارة اللي جوه القوس. قلت لازم تبقى زائد. شوف هنا عاملها ايه? عاملها ضرب. هنا عاملها ايه? اه عامل بره زائد. احنا هنا لازم يبقى ضرب. يبقى هنا لازم يبقى ضرب. خلي بالك هنا تمثل ضرب. وجوه بتمثل جامع. معناها ان الخامسة مضروبة في اربعة. والخامسة مضروبة في تلاتة. فركز جدا في العمليات اللي موجودة معاك. احنا هنا خارج القوس ضرب. وداخل القوس هيبقى ايه? هيبقى زائد. هيبقى ايه يا ولاد? هيبقى زائد. لازم نركز في الموضوع ده جدا جدا جدا. طيب. تعالوا نشوف الايه المسال اللي بعد كده. بيقول لي حلل. اخذ تلميز عشرين علبة من الجب واربعين كيس من البقليات لتحضير الايه الكراتين واستخدم التعبير العددي ده. هو استخدم التعبير العددي اللي هو عشرة. عشرة واثنين فاربعة. خلي بقى لك انت لو دربت عشرة في اثنين تطلع لك العشرين. ولو دربت العشرة فاربعة تطلع لك الاربعين كيس. يبقى انا عندي عشرين علبة تجيبني واربعين كيس بقليات. عشان يمسى عدد الكراتين اللي هي الحدرها. بحيث احتوي كل كرتونة منها على العدد متساوي مطامع بين الاطعمة. بيخبره صديقه صديقه ان هناك طريقة اخرى. آه. لتحضير كراتين من طعام اكتر. اي تعبير عددي سيمسل حل صديقه. يبقى هو بيقولك ان هنا واحد حلها بالطريقة دي عمل عشر كراتين بس. كل كرتونة حط فيها اتنين علبة جبن واربع كيس بقليات. زميله قال له لا احنا ممكن نعملها بطريقة تانية. ممكن نحلها بطريقة ايه تانية. شوف زميله بقى اي تعبير منهم هيمثل حل صديقه. يا احنا ممكن نكتب المسألة بكزا تعبير عدد. طيب. احنا هنا مجموعهم كام? هو عشرين زائل اربعين دي كام? هتقول لي ستين. يبقى انا هدور على الناتج بتاعه ستين. هدور على الناتج بتاعه يطلع بكام? بستين. ما نهاش اقعد ايه? هحل المسألة مرة تانية دي مسألة اختياري. طيب. عشان يبقى الاجابة بتاعتنا صحيحة? يبقى انا كده عشان اختار اي تعبير هروح عامليه الاول اجمع العددين اللي انا عندي. اللي هم عشرين واربعين اللي هم ستين. تعال بقى نشوف مين في دوم يبدي ستين. نمستخدم بقى ترتيب العمليات. نستخدم ايه يا ولاد? نستخدم ترتيب العمليات اللي عندنا. طيب. تعالنا نشوف اول واحدة معي. تعال نشوف ايه? اول واحدة. بيقول لي ايه في الاولى? بيقول لي اتنين زائد اربعة في عشرين. يبقى اجيب نتج جامع الاول. اقول له اتنين زائد اربعة بكام? بستة. تعال نضرب بقى الستة في كام? الستة في العشرين. يديني كام? يديني مية وعشرين. لان انا هنزل السفر اول واتنين في ستة باتناشر. هل هي مية وعشرين? تقول لي لا، ده ستين، يبقى مش هتنفع رقم ألف، تعالوا نشوف رقم بقى، اتنين زائد واحد تقول لي بتلاتة، ما أنا بجيب نتج الجامع الأول، تلاتة في عشرة كان بتلاتين، هل عدد ايه الناتج الإجمالي تلاتين؟ لا، ده الناتج الإجمالي ستين، تعالوا نشوف اللي بعدها، أربعة زائد واحد تقول لي بخمسة، خمسة في عشرة تقول لي بخمسين، لا أنا عايزها ستين، يبقى رقم دين ما تنفعش، نشوف رقم ده، اتنين زائد واحد تقول لي بتلاتة، ثلاثة زي ضرب بعشرين تقول لي بستين يبقى الاختيار بتاعك هيبقى رقم ايه برافو عليكم هيبقى رقم دال يبقى انا هختار مين يا ولاد يبقى انا هختار رقم دال هو دي الايجابته ايه هيبقى ايجابته صحيحة ليه لانه طلعي الستين لو اجمالي عدد علب الجبن واجمالي اكياس البقليات لان انا جمعت العشرين واربعين طلعي بستين روحت اول حاجة جمعت ما بداخل الكوس اتنين زياد واحد ثلاثة وبعد كده ضربت الثلاثة في مين في العشرين طلعت الستين الى الاجمالي عدد الايه المنتجات اللي عندي يبقى انا كده قدرت حيل مسألتي بمنتهى ايه السهولة وعرفت ازا يكتب تعبير عددي باستخدام عامل مشترك مين الاكبر يبقى انا تعلمت ايه النهارده اتعلمت ازا يجيب تعبير عددي وازاي استخدمه ليه الحل يبقى تعلمنا ازا يكتب تعبير رياضي يتضمن عامل مشترك اكبر ويحللها الى هنا نص لنهاية حلقتنا هذا اليوم على امل لقاء بكم في حلقات قادمة كان اصحابكم فرحاتكم مستر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدارب مدد رياضات بالاكاديمية المهنية المعلمين في امان الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته